مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج مع الناس في برنامج مع الناس بنصلة الضوء على كل ما يخص المواطن المصري من الخدمات المتطورة اللي بالفعل بتقدمها الدولة للمواطن ايضا بناش كل القضايا المعاصرة اللي بتهم الناس نروح لفاصل قصير ونرجع نستقبل معاكو اول فقراتنا النهاردة من اخبار الناس نجع نالكو بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ونبدأ معاكو دلوقتي اول فقراتنا النهاردة في برنامجنا فقرة اخبار الناس ومعينا اول خبر بيقول اتحاد البنوك 400 مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ادت الى طفرة كبيرة في تمويلات هذا القطاع والذي يعتبر احد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصادي واجاد فرص العمل للتعليق على هذا الموضوع معنا هاتفيا المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهلا بك يا فندم اهلا وسهلا الحقيقة بنقول يعني توفير 400 مليار جنيه محفظة تمويلات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ازاي بالفعل البنك المركزي قدر يوفر هذا الكم الكبير او المبلغ الكبير من المال ومشروعات متوسطة وصغيرة للمواطن اول طبعا فيه مبادرة رئيسية بتخصيص الاول 200 مليار اه اللي صالح المشروعات الصغيرة متوسطة لفايدة مدعمة 5% وده كان بالضبط بيعمل ايه؟ جزء من محفظة البنوك كانت بتتحطي في البنك المركزي فقلل الاحتياطي ده معناه قد فرصة للبنوك انها تضخ هذه المبالغ لصالح الاستثمار في المشروعات الصغيرة متوسطة تمام وجد بعد كده رفع هذه النسبة بدل من 20% عملها 25% يعني اقتح فرصة اخرى بالاخر هو الهدف ايه انك بتيجي تدي الشباب ده او اللي عيب ده ما شوها تديره فرصة انه يبقى يخش في سوق العمل يقدر ينافس فعشان يقدر ينافس لازم تديره ميزة عشان يقدر يلقى بيها فكانت هذه الميزة هي الفايدة المدعمة اللي هي 5% طيب الفايدة المدعمة حضرتك ليه الشباب بخصوص المشروعات طيب هل فيه مدة محددة يعني بالنسبة للفايدة دي لحد ما الفلوس تخلص بس هو فيه نقطة اقول لحضرتك عليها فضل او المقصود بدعم المشروعات صنوات قصوطة برضو احنا دايما نقول للشباب الشباب الشباب طبعا بس هو في الاخر انت بتدعمي اللي رائب في العمل سواء شاب او بنت او راجل كمير طبعا يعني ايه الفكرة كلها انت بتحاولي بقدر مدعمة لزوء الناس لسوق العمل هي دي النقطة طيب بالنسبة ليه المعوقات اللي بتقابل الشباب لو فيه مثلا مشاكل خاصة بالتمويل او الامور متعلقة بالمبادرة من خلال دفع عجلة التنمية ودفع عجلة الاستثمار اللي فعلا بتاخد من الشباب في الحالة دي لما بيحصل معوقات او صعوبات عند الشباب بيلجأوا المين حضرتك بيلجأوا يهمة للجماعيات اللي هما تبعها سواء هما كانوا في محافظة عمزنا في كل محافظة فيه جامعية جامعية بتهتم بيه رعاية المشاكل الصينة والسطينة او بيتوجهوا للاتحاد نفسه اللي هو الجامعيات اللي بتتبع له تقول له والله عندي مشكلة كذا 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 مع البنك الفلاني بس طبعا في الاخر احنا ما بنقدرش نلزم البنك انه يدينه بس حلقة اقل تخدير بنقول له والله اخد بالك مثلا البنك ده مهتم بالمشارعات الخدمية البنك ده مهتم بالمشارعات الصناعية البنك ده مهتم وهكذا تبع عندنا برضو بيولي البنوك يعني مش كل البنوك بتشترك نفس الحاجة يعني دي بنك مثلا لو اشترك في صناعة التعبير والتغليل بيبقى عنده خلفية عنها فبيقدر يمول الشاب او المشروع الجديد ده بالحجة دي في بنك اخر متخصص خدني صحيح بيبقى عندنا المخدرة ان احنا نوجه هذا الكلام وبيبقى عندنا المخدرة برضو انه لو مقصو حاجة في الدراسة او في المعلومة برضو بندهاله علشان يقدر يكمل تمام يا فاندم الحقيقة فعلا جهد كبير جدا من حضراتكم ومن كل مؤسسات الدولة المعنية بالمبادرة والتحويل المتعلق بالتمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزيل الشكر لحضرتك يا فاندم المهندس علاء السقطي رئيس التحاد مساسمير المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكرا لك يا فاندم ومعنا تاني خبر النهاردة في فقرة اخبار الناس اخبار المحافظات مياه السيوط تناقش اعمال مد وتدعيم الشبكات خلال حياء كريمة ولمتابعة الموقف التنفيذي لاعمال مد وتدعيم شبكات وخطوط الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياء كريمة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري لتوحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع اهداف التنمية المستدامة 20-30 لمزيد من المعلومات حول هذا الخبر هنشوف دلوقتي الفيديو التالي مع الاستاذة امل جميل المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب وصرف الصحي بأسيوط نهاردة انا مع حضرتكم بوضح اهم الانشطة اللي احنا بنشتغل بيها يمكن احنا شركة أسيوط خدت نصيب الأسد والحمد لله في المبادرة الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يمكن أسيوط اخدت نصيب الأسد بنشتغل في 2 مليار و 7 مليون جنيه الحمد لله جلنا في 7 مراكز على مستوى أسيوط وده طبعا هيبقى فيه طفرة كبيرة ان شاء الله بعد انتهاء مرحلة تطوير الريف المصري بنشتغل فيها على عدة حزم منها حزم توسعات المحطات عندنا القبار عندنا مادة وتدعيم شبكات وعندنا حاجات كتيرة مشتملات بالضاف على شغلنا اللي هو شغل الصيانة والتشغيل ان شاء الله ده هيبقى يعمل طفرة كبيرة في ان احنا نقدر نقدم كوب مياه نظيف وصار في صحي آمن المحور الثاني اللي هو احلال والتجديد وطبعا خط الحلال والتجديد الحمد لله في شركة أسيوط يمكن احنا بنقدر نجهز لها من سنة من قبلها بنشوف المناطق السخنة اللي فيها مشاكل بنشوف المناطق ومتطلبات الناس وبنقدر نتواصل معاهم بشكل كبير بننزل المعمل بننزل الشبكات عشان نقدر نوصل لسبب مشكلة وعلى الفور بيتاخد القرار ان احنا نقدر نحل المشكلة دي من خط الحلال والتجديد عندنا كانت مبادرة طبعا ودي مطلبات الناس كانت في مشاكل بنواجهها مشاكل جودة ودي بتخصة بالخزانات الاهلية اللي فوق الأبراج احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل فريق عمل متكامل عن طريق قطاع المعامل بنبعث له الفريق ده مجهز تماما يقدر يعمل تطهير بمواد كيميائية ومواد خاصة بالمعامل وبتطهر الخزانات بتاعته بطريقة علمية وبطريقة سليمة وبطريقة طبعا صحية ده طبعا بيساعد كتير ان انا اقدر مشاكل الجودة اللي هي غير خاصة بالشركة او خاصة بالمصادر اللي هي خاصة بالشبكات عندي او المحطات جانا لكم بعد الفاصل برحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين في كل مكان النهاردة بنتكلم عن حلقة مهمة جدا عن تنظيم بيع السيارات وتسعيرها بالنسبة للسوق المصري وايضا بالنسبة للسوق المحلي خلونا دلوقتي نرحب بضفنا الكريم الموجود معانا الأستاذ علاء سبع عضو الشعب العامة للسيارات بالتحادل غرف التجارية اهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة في برنامج مع الناس يعني لو اتكلمنا عن الجزئية المتعلقة المعايير اللي دايما بيلتزم بها الوكلاء المستوردين بالنسبة للسيارات في مصر ايه المعايير الدقيقة اللي فعلا دايما بيلتزموا بيها في التعامل مع سوق السيارات مساء الخير عليكم مساء الخير على جميع المشاهدين المعايير دي طبعا هي معايير عبارة عن دائما هي التكلفة بتبقى هي العامل الاساسي او المعيار الاساسي لتسعير اي سيارة كمين التسعير دا بيكون على فكرة مش لوحده الوكيل المحلي او المصنع المحلي هو اللي بيتخذ هذا القرار اولا هي بيبقى بالاتفاق مع الشركة الام دا العوامل كتير ان كل شركة بتحاول انها تدخل السوق اي سوق سواء مصري او اي سوق في العالم بالتعاون مع الوكيل بتاعها او المصنع بتاعها لو كان لها تصنيع في هذه الدولة بيبقى عن طريقة الاتفاق على اسعار متنافسية مع باقي المركات او باقي البرندات اللي موجودة جوه الدولة الدولة انا اتكلم على مصر ففي الحالة دي بيبقى فيه تعاون بنسبة ربح او نسبة هامش يعني متوازنة بحيث ان هو الوكيل مع مصاريفه مع تدريباته العمال والموظفين والناس اللي في مراكز الخدمة بتاعته مع التسويق بتاعه مع كل المصاريف كل دا بيتحط وبيبقى فيه اتفاق بين الشركة الام والشركة الوكيل في مصر على التسعير يعني اذا بيكون فيه اتفاق وتنصيق ما بين الشركة الرئيسية لازم يكون عارف هو بيبيع عربيته بكما عشان يقدر ينافس ازاي يقدر ينافس مع الناس التاني لان كل واحد عايز ياخد جزء من الماركت وجزء معين هو بيحدده مسبقا او مع التوالي السنوات وتوالي الخدمات اللي بيقدمها بيقدر يوصل لماركت شرق او يعني جزء من الماركت او السوق لازم هو بيبقى حطه عنده وبيحاول يوصل له تمام يعني اذا نقول ان احنا كمان في نفس الوقت واحنا بنسعر السيارة او بنلتزم بالاسعار بالتنصيق مع الشركة الامة او الشركة الرئاسية بنحط في الاعتبار الموديلات نوعها اصنافها يعني كل الامور متعلقة بالسيارة بنحطها في الحسبان واحنا بنتفق واحنا بنسعر اه طبعا ما هو ده بيبقى يعني هو ده جزء التاني لكن الجزء الاولاني هو جزء التنافسية لازم كل شركة عايزة تاخد احسن جزء من السوق بعد كده بقى بيدخل معها موديلات موديل مع موديل تاني موديل مع 3 ا4 موديلات تانية كل واحد بيحط سيجمانتو معينة او شريحة معينة بيستهدفها من العملاء فهو ده المعايير الاساسية الحقيقة لتسعير السيارة تمام لو هنقول عن التسعيرات او التسهيلات الجمركية مش التسعيرات عفوا التسهيلات الجمركية مؤخرا صدرت قرارات او اتفاقات انه في اعفاءات جمركية بتحصل دلوقتي على ارض الواقع الاعفاءات دي او التسهيلات الجمركية ازاي المواطن بيستفيد منها هو التسهيلات او دي عبارة عن اتفاقيات دولية في جميع السلع مش في السيارات بس بتحدث زي ما عندنا دلوقتي اتفاقيات ثنائية بيننا وبين اوروبا ودي اكبر اتفاقية بنستعملها النهاردة اوروبا كلها في كل السلع اتفاقية مع تركيا اتفاقية مع دول اغادير او اتفاقية اغادير مع دول معينة زي المغرب وتونس ولبنان والاردن اتفاقيات لسه جاي في الطريق زي اتفاقية الميركسور مع دول في امريكا اللاتينية دي لسه يعني شغالة مش واخدة كل التخفيضات الكاملة اتفاقيات اللي قلت عليها الاول دي وصلت لمرحلة انها تدفع صفر جمارك يعني انا بودي للبلاد دي سلع ما بياخدش عليها جمارك هناك وهو ما بيجيب لي سلع ما بياخدش عليها جمارك كل واحد بياخد الضرائق بالداخلية بتاعته فدي بتبقى طبعا بتفيد العميل طبعا او المستهلك النهائي انها بياخد العربية قريبة جدا من سعر بيعها في البلاد المجاورة لنا لان احنا معظم البلاد المجاورة لنا معظمها اخصوان دول الخليج بتبقى بدون جمارك او بجمارك بسيطة خالص يعني اذا نقول ان المواطن المصري يعني العفاة الجمهورية فعلا هتسهل علي امور كتير جدا هي سهلت فعلا لان احنا عندنا اتفاقيات خلص اتعملت 2019 بقت صفر زي الاوروبية التركية في 2020 الاتفاقية اغادير بقى لها اكتر من فترة وبنستفيد بيها من بعض دول اللي احنا قلنا عليهم ان احنا متفقين معهم في تجارة عربية طبعا بس احنا دي مش موجودة في العربيات لان ما بنستفيدش بيها في السيارات لو هنقول بقى دلوقتي بخصوص المعروض في السوق المصري او السوق بشكل عام فيه تنوع في المعروض ما بين صيني ما بين ياباني ما بين كوري يعني الى اي مدى بتبقى فيه توافر لقطع الغيارات المتعلقة بالسيارة وفي نفس التوقيت ازاي الخدمة بتتم للمواطن بعد البيع يعني مثلا دلوقتي اشترى السيارة ايه الخدمات اللي بتتوفر له مباعد البيع خدمة ما بعد البيع دي سواء في السيارة برضو انا دائما وابدا بدخل السيارة مع كل السلع احنا ايه يمكن ما بوضوعنا هو السيارات عشان هي سلعة غالية وتعتبر اغلى حاجة في حياة الانسان او في سرويته بعد البيت بتاعه اغلى حاجة السيارة بعد البيت دفعنا لبحية اه يعني فاحنا دايما هو رقام بلك كبير او رقم كبير فهو احنا بنتكلم على ان طبعا خدمات ما بعد البيع اكتر من السيارة يعني الخدمات ما بعد البيع دي دي لا انا بقصر عليها طول حياتي في هذا الموضوع ان خدمة ما بعد البيع هي البيع يعني انت بتعرفيش تبيع اي سلعة من غير ما يكون عندك الخدمة الممتازة صحيح والخدمة السهلة للمستهلك فطبعا بعد البيع ده اهم حاجة عنده ان يبقى فيه خدمات ما بعد البيع سواء قطع غيار سواء سيانة سواء خدمات لأي حاجة في العربية فهو ده اهم حاجة بالنسبة له توفرها في المواقع الجغرافية لان انا مش قاهرة واسكندرية وقاهرة العزمة انا في السعيد انا في الدلتا انا في مدن القناة انا في غرب البلاد في ناحية مطروع والسلوم كل الكلام ده لازم يكون الشركة اللي بتجيب العربية او بتبيع العربية يكون عندها في جميع هذه الاماكن وكل ما يكون العربية عندها توفر قطع الغيار ومراكز الخدمة ومراكز الخدمة اكتر من مراكز البيع كمان مراكز البيع طبعا موجودة لكن مراكز الخدمة هي اللي مهمة جدا جدا يعني ما قدرش ابقى ساكن في اسيوت وعربية ما بتتخدمش ما قدرش ابقى ساكن في مطروح وعربية ما بتتخدمش مش هاشتريها اكيد طبعا فعلا زي ما حضرتك قلت خدمتنا بعد البيع او يعني مراكز الخدمة هي رقم واحد بعد البيع أو بعد بيع السيارات مباشرة حقيقة لسا مكملين مع حضرتكم حوارنا عن تنظيم بيع السيارات وسعرها في مصر خلونا نخرج فاصل ونرجع نكمل معكم حلقتنا خليكم معنا ونرجع نلكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين في كل مكان ودلوقتي لسا بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة وبنتكلم عن تنظيم بيع السيارات وتسعرها ولسا مشرفنا الأستاذ علاء السابع طبعا قضوة شابة العامة للسيارات بالتحديد الغرف التجارية كنا بنتكلم قبل الفاصل يا فندم عن مراكز خدمة ما بعد بيع السيارة لو هنقول المواطن المصري أو أي مواطن اشترى سيارة وحصل فيها عطلة أو مشكلة ما إزاي فعلا يحصل على حقوقه كاملة عن طريق حماية المستهلك إيه يا فندم الشروط؟ إيه الأوراق اللي لازم يكون لابد من توفرها مع هذا المواطن عشان طبعا بالتالي يحصل على كافة حقوق الشيء طبيعي أنه هو النهاردة جهاز حماية المستهلك الحقيقة يحمي يعني الحقيقة عامل عليه فهو طبعا الحقيقة السيارات والسلع المعمرة هم أكتر حاجة فهو الحقيقة في مراكز الخدمة لازم أولا يكون مركز معتمد من الشركات الأم المركز المعتمد ده بيبقى عبارة عن أنه مركز الشركة الأم أو الوكيل اللي في مصر سواء شركة أم أو وكيل بيعتمدوا كمركز خدمة بيديروا التدريب الكامل للموظفين والعمال والفنيين بيدي له الأدوات اللازمة لتسليح العربيات أو لصيانة السيارات بيدي له الموافقة من بره على أنه هو يبقى مركز معتمد بيجي وراهم طبعا مراكز نظيفة وكويسة ولكنها مش معتمدة في كل الحالات في كل الحالات إحنا عايزين نقول أن العميل يدخل للمركز الخدمة شيء طبيعي أنه يتمسك بالفاتورة الضريبية بتاعته لأن الفاتورة دي هي المرجع اللي لو قدر الله لو حصل أي مشكلة بينه وبين مركز الخدمة واختلفوا في حاجة معينة بيبقى بيروح لما يعني لو دخل لو تحلت ودي تحلت ما تحلتش هو بيلجأ إلى جهاز حماية المستهلك الحقيقة الناس بيتواصلوا برضو بالزوء وبالأدب مع المراكز الخدمة واللي ما بينفس بقى بيبقى معاه هو سلطاته وصلاحياته إنه يستعملها عشان يدي للمستهلك في الآخر الحاجة بتاعته أو الحق بتاعه فلازم يبقى معاه فاتورة ولازم يبقى معاه كل حاجة هو دفعها هو دفعها ليه وفيه وبالتفصيل يعني ما تروحيش مثلا تدفعي في مركز خدمة خمس تلاف جنيه وممكن يديك خمس تلاف مقفلين لأ هو الخمس تلاف دول أنا غيرت كذا وعملت كذا وزبطت كذا ومصنعية كذا الإجمال بتاعه هما الخمس تلاف يعني حضرتك لازم حتى الفاتورة تبقى مفسرة لازم توضحية ما يبقى بالزبط والمراكز الخدمة الكويسة بتعمل حاجة كويسة للعميل معلش أبدي حتة للعميل كمان إن أنت قبل ما بتعمل الصيانة بتاعتك وبتدخل مركز الخدمة لازم تكون عالي في البدجت أو الميزانية بتاعتك هتدفع كم فممكن أنت تدخل على مركز الخدمة وإنت مش عامل حسابك إنك تعمل حاجة بخمس تلاف جنيه وفي جيبك ثلاث تلاف جنيه صحيح فلازم مركز الخدمة هو أنت داخل بيدي لك جزء تقريب اللي بنقول عليها مؤيسة مؤيسة أغيري حاجة في العربية حاجات دي هتكلفك أربعة تلاف وتمنمية جنيه مثلا مثلا طب أنا معيش غير ثلاث تلافي بقى أنت يا تروحي وتجيبي بقيت تبقي عارفة قبل ما تدخلي ما تفجئيش بعدما العربية طلعت إن الفاتورة طلعة كتير لازم تفسر للعميل أنت هتصرف قد قبل ما تدخل تكونها بقى تطلع عشرة في المية تنزل عشرة في المية دي بتبقى عملية تقديرية لأن بعدما العربية تتفك وتتشاف بيطلع فيها حتة زيادة حتة كده صحيح لكن العميل لازم يكون قوير أو يبقى عالم بكل اللي هيحصل تقريبا على الأقل تمام يا فنة دلوقتي مصر تتجه دايما بقالها فترة طويلة إنه هيبقى فيه عندنا الطاقة النظيفة زي الكهرباء زي الغاز فإذا بصدد إنتاج سيارة كهربائية ده هيتحقق إمتى؟ وهل هيعود عن مواطن بتوفير كبير قوي من ناحية البنسين بقى أو السولار والحاجات دي كلها؟ وده هيتحقق بالفعل على الأرض الواقع إمتى؟ إحنا عندنا دلوقتي في حاجتين سيادة فخامة الرئيس بدأ بيهم المبادرة بتاعة الإحلال للغاز ودي اشتغلنا فيها فعلا من شهر أربعة اللي فات كمام وعملنا فيها أرقام معقولة كويسة طبعا لأنها جت شبه مفاجأة فبرضو الشركات الأم أو الشركات المصنعة لأن ده بيسري على السيارات المصنعة محليا لتشجيع الصناعة دي كانت مبادرة جميلة جدا من فخامة الرئيس والحقيقة أنا اللي عجبني فيها أكتر حاجة الفايدة بتاعة القرد اللي بياخده المستهلك النهائي واللي ساهم فيه بمساهمة عالية جدا البنك المركزي البنك المركز ساهم بالفعل ساهم بأرقام كبيرة الرقم ده يا جماعة أنا بأنادي تاني الموضوع ده مش هيتكرر ثلاثة في المية دي مش موجودة هي المبادرة سيادتك للإحلال العربية الأديمة بالعربية الجديدة الغاز اللي بتعمل بالوقودين يعني الوقود والغاز الوقود العادي البنزين وكده والغاز أو الديزل والغاز فالغاز طبعا بيوفر شوية حلوين وإحنا عندنا غاز كويس الحمد لله في الإنتاج ده اللي خلق خامة الرئيس الحقيقة يعني يدخل في الموضوع ده والمبادرة كانت رسمية منه بتعليمات وتوجيهات مباشرة أنا ما زلت أقول أن أي واحد عنده عربية قديمة بتلوث بيئة بتعطله بتعمل الكلام ده النهاردة أنت مفتوح لك لغاية عشر سنين تاخد العربية بقرض لغاية عشر سنين بثلاثة في المية موضوع لن يتكرر وأنا بقوله بعلوسوتي لأن أنا في تدخم النهاردة عالمي أنا في تدخم يكونوا أنه عاملوا بثلاثة في المية البنك المركزي مساهمة جامدة جدا صحيح ده جزء بتاع الغاز الكهرباء طبعا أعتقد أن بعد برضو بعد تصريحات منهم فخامة الرئيس برضو قال إن شاء الله في الفين تلاثة وعشرين هنشتغل وهيبقى عندنا العربية الكهرباء الحقيقة يعني إنجازات كبيرة جدا وتدخم كبير في البنية التحتية على أرض الواقع من خلال فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للطاقة نظيفة سواء كهرباء سواء غاز فإذا المواطن المصري بيتمتع بخدمات جيدة جدا من خلال الدولة ومساندة الدولة لكل المواطنين الحقيقة خلصت حلقتنا يا فندم النهاردة كل الشكر والتأدير لحضرتك مستاذ علاء السابع عضو الشعب العام للسيارات باتحاد الغرف التجارية جزيل الشكر يا فندم شكرا لكم مشاهدين على حص المتابعة لكم من يراك التحيات غدا حلقة جديدة إلى اللقاء